السلام عليكم طلبتنا الأعزاء نلتقي بمحاضرة الجزء العملي من الحاسبات الدقيقة بإن شاء الله اليوم عندنا التجربة رقم 10 كما لنتجارب إلى 6 و 7 و 8 تالي عدت لكم الـ 8 و 9 وعندت لكم تجربة 9 وعندت لكم إياها الـ 8 لأسبوع الماضي واليوم عندنا تجربة رقم 10 اللي هي إعازات الزيادة والنقصة الغرض من التجربة التعرف على كيفية دقيق إعازات الزيادة والنقصة بعد تلكم الملزمة وبعد تلكم ملف تنصيب البرنامج عمليات الزيادة والنقصة العفو تجري في واحدة الحساب والمنطق arithmetic and logic unit الزيادة الإعازات الخاصة بعمليات الزيادة هي INR حيث R هو A سجل و INR M حيث M هي موقع الذاكرة السجل المزدوج إذا أريد زيادة بواحد ينسوي INX والسجل اللي كتبه H يعني HL B يعني BC D يعني DE هذه بالنسبة للزيادة عندي زيادة سجل عندي زيادة لسجل مزدوج أما الإعازات النقصة فهي DCR أيضاً أي سجل أو ذاكرة DCR M وإذن عندنا محتويات السجل المزدوج إذا أريد نقصها أيضاً DCX إذن الـ BX هو سجل مزدوج الـ INX أو DCX راح نجي على تنفيذ أول برنامج البرنامج الأول برنامج لزيادة محتويات السجل B التي هي 89 بمقدار واحد بمقدار واحد هنا لا يتعامل ويا أي سجل سواء كان المركم سواء كان أي سجل آخر إذن أول شي برنامج زيادة محتويات السجل مثل ما قلت لكم بالنظري المحاضرة الماضية قلت لكم أنا إذا حددت لكم محتويات السجل فلازم تحولون البيانات إليه وإذا ما حددت لكم محتويات السجل فتعاملوا كسجل واحد يعني كأنه إذا قلت لكم سجل B يحتوي على فلازم ننقل له هاي البيانات إذا ما قلت لكم فما راح ننقل للبيانات واضح؟ إذن هنا منطيتك محتويات السجل B التي هي 89 إذن أول شي لازم أنقل التسعة وثمانين إذن أول شي لازم أنقل الثمانية وثمانين وبعدين أزيدها بواحد أفتح البرنامج الآن أحط M-V-I V 28 والإعاز اللي يزيد هو I-N-R-B وها هي HLT أسوي عملية التنفيذ هنا أنا خليه يكون 2000 مثلاً أو أي شيء أنت تريده أسوي عمليات التنفيذ إحنا مثل ما قلنا ها هي واجهة البرنامج شرحناها وها هي عملية الـ Running التنفيذ للبرنامج ها هنا السجلات مثل ما قلنا السجلات المزدوجة SPPC هنا كل اثنين ممكن أسوي من عندهم سجل مزدوج هنا هو سجل أعلام سجل أعلام الإشارة أعلام الصفر أعلام المحمول المساعد أعلام التشابهية أعلام المحمول اللي يكون بالأخير إذن راح أقول نعم هيعة البرنامج 2006 شفرة الـ MVIB و88 هي البيانات نفسها INRB04 وهنعرف شون طرعا كل يعاز من النظري بجزء ثابت وجزء يعتمد على شفرة السجل من الجدول وآخر شيء اللي هو 76 وحنلاحظ هنا المفروض أحلى سجل بي هسا جد المفروض يصير بي المفروض يصير بي 89 هو 88 كان يصير 89 هذا المثال الأول وإذا ريد نكتبه بالبرنامج الكتات اللي كانت سابقا أول شيء لازم ندو سريسيت سبسيت مماري وألفين نكتب أول عنواني يعني ستارتين قد ريس العنوان البداية ثم ندو ندو كلمة نكس أكو نكس أكو دقمة بالكت هو نكس بعدين نحط نحط 06 بعدين نكس بعدين نحط 88 بعدين نكس بعدين نحط 04 هو من يشوف 04 وحيفتهم أنه هي عملية زيادة لأن هو هذا يستخدم بس الشفرات السوداسية عشاري يحولها إلى ثلائية بالداخل حتى يفتهمها المعالج بعد كتابة البرنامج أعلى هي تم تنفيذ البرنامج كالتالي هسا كتبنا هذا البرنامج بشفرات مالتا نضغط مفتاح EXEC ثم يعني أنه عملية التنفيذ بعدين أدوس على حتى ينفذ خطوة خطوة وأضغط على مفتاح النيكس إلى أن نصل إلى نهاية البرنامج وحنضل يعني هي عملية تنفيذ البرنامج بعدين أسوي بعدين أدوسها كلها دقة موجودة بالكت نفسه ثم single step ثم أنا ضغط مفتاح النيكس حتى شي يسوي حتى ينفذ خطوة خطوة حتى ينفذ الصفر ستة ينفذ الثمانية والثمانين ينفذ الصفر أربعة ينفذ السبعة ستة هو من راح يشوف الصفر ستة راح يفتهم أنه هي أول شيء من يشوف الألفين راح يفتهم أنه بداية العنوان بعدين من يشوف الصفر ستة راح يفتهم أنه هي شفرة MVIB إذن راح يفتهم أنه أكو بيانات جاية وراء فيأخذها مون شفرة إعاز يأخذها كابيانات بعدين يشوف صفر أربعة يشوفها هي شفرة زيادة يزيد B وبعدين يتوقف إن ريد نشوف B إيش غصار ندوس على exam ونكتب السجل B هذا استعرار السجل هاي في حالة L-Kit هاي إذا كان عندي فيكون ناتج في حالة البرنامج هاي مثل ما شفنا نفسه هادا نشوف أنه علم الإشارة شغل صار عندي واحد علم الإشارة واحد لأن ناتج 89 علم إشارة مالتة واحد هالسوا أصبحا 89 بدلا من 88 الآن البرنامج الثاني برنامج نقصة المحتويات السجل D اللي هي 89 بمقدار واحد أيضا نفس الشي هسا نريد نبدي كود أو برنامج جديد نحن ندوس هادا نيو كود نعم أيضا عندي الدي 89 أيضا نقصها بواحد إذن أول شي مادام نقول لي السجل D يحتوي على إذن أسوي عملية أنقل البيانات بالسجل D بعدين شنو هالإعاز اللي يقوم بعمليات النقصان DCRD بعدين HLT بعدين أسوي عملية تنفيذ للبرنامج عملية تنفيذ للبرنامج أيضا ممكن يبدي 8000 وممكن يبدي 1000 مثل ما أنتو تحبوه هسا نسوي التنفيذ للبرنامج جدي شفار أول شي شاف 16 افتهم أنه أقول شفرة ها هي بيانات تاني شفرة 89 15 شفرة النقصان 76 شفرة التوقف حياته شفتوها 88 89 كان جرس صار D الآن 88 باعوا العلم محمول المساعد العلم 88 عدد الواحدات بها زوجي وآخر بت اللي هو علم الإشاوة هو واحد آخر بت هو واحد أي شي أحمل يعني واحد هذا الجدول أيضا سويت يكون برنامج بالعنوان بي شفرة الإعاز بالعنوان شفرة الإعاز أيضا نقدر نكتب بي الحاسب الدقيقة 8085 اللي هو اللي هو اللي هو الكت أيضا ريسيت سبسيت مماري 2000 العنوان نيكست بعدين 16 رح يفتهم أنه هي تجوها بيانات بعدين نيكست 89 بعدين نيكست 15 بعدين نيكست 76 هكذا إذا نريد النفذة ندوس على مفتاح EXEC وتالي Single Step أيضا أكو دقمة تالي ينضل مفتاح NEX حتى ينفذ خطوة خطوة بعدين نستعرض السجل هالموادي ندوس أكو دقمة اسمها exam ونكتب بي دي أنتوا تكون بالمزمة شكل الكت هس أطلع إياه بالمزمة السابقة كان الشكل الكت موجود عندكم الذكرة قال سويت لكم يا وكت هج تواصمت هذا جزء العملي هذا هو هذا هو شاشة هذا العرض هيا هذا الويسيت هاي سبسيت مماري هذا هنا أول شي ريسيت يصفر حتى أي برنامج قديم ماكو بعدين سبسيت مماري بعدين ندخل 2000 عن طريق هاي أربعة هو يطلع عندنا شاشة عرض يفتهم أنه عنوان فاي ضلع لعنى شاشة العرض أم 16 بت يعني أربعة تندخل 2000 زي بعدين نبدأ ندخل الأرقام نيكس هاي نيكس هاي نيكس ندخل نيكس مثلا 06 نيكس 18 ها هي إلى أن نصل 76 ندخل ننفذ ننفذ حياته A-X-E-C Execution C أو D أو E أو F أو B العفو C D A B E هي هاي السجلات راح أسوي لها فحص تطلع لنتيجة اللي بيها هذا هو شكله موجود عندكم بالمزمة اللي موزعيها عليكم لحظ أيضا هذا التنفيذ بالبرنامج هو نفسه اللي سويتنا لكم يالي هو هذا نفسه 88 السجل D تأثر العلامة ثلاثة بناتج العملية فهذا هو تجربتنا لهذا اليوم ناخد شوي أمثلة أيضا نسوي تجربة إحنا هس نعم مثلا نقول أكتوب برنامج هنكتب هنا على برنامج مثلا أكتب برنامج يقوم مثلا ب أنه السجل المزدوج HL يحتوي على العنوان اللي هو 3000 أنه إيد أكتب برنامج يقوم بزيادة المحتويات السجل المزدوج يعني يقوم برنامج أكتب 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 برنامج نريد برنامج يقوم بزيارة محتويات السجل المزدرج HL بمقدار واحد من يقول لي آني عمليات زيادة إذن أفكر بيش بما لا أفكر أفكر بالINR أو DCR الزيادة أو الINX INR ليسجل مفرد INX لسجل مزدرج لسجل مزدرج إذن أكتب البرنامج هنا خلي أسد هذه نونيت هس نرجع البرنامج أول شيء السجل حيث أن السجل HL يحتوي على العنوان MVI H مثلا 60 MVI 50 L 50 هس نريد نزيد محتويات السجل المزدرج HL بواحد فإذا نشاء قول INX والسجل المزدرج اللي هو بس تكتب ال H شوفوا بس نكتب ال S ونقول لها HLT إن نسوي التنفيذ العملية تابعوا علي هذا 6050 كان زيادنا به H1 باعو ساويش قيد 6051 6051 50 واضحة ممكن هايا أستعيض عنها هايا هايا ممكن هالا الإعاز أقول لها LXI H 6050 هايا نفس الشي نفس الشي حسن جاروبة اللي هو التحميل العنوان بالسجل المزدرج مباشرة هايا هالا عفو LXI H 60 قلنا 5 هايا هايا نفس النفذ البورنامج شوفتوا نفس الناتش طرعا ممكن أحمل جزء جزء ممكن أحمله مباشرة أهم شي تنتبه إذا عاني ذاكرت لك حيث أن السجل المزدرج HL مثلا يحتوي على 50 56 50 إذا هنالي نقدر نكتبه أيضا حتى يكون عدكم المثال كامل نكتبهنالي علم أن نالي نكتبه علم أن 60 50 هالا المثال ممكن أسجلوا عدكم من تقوم المحاضرة أشعوا عليه هذا مثال آخر للسجل المزدرج نأخذ أيضاً مثال آخر لسجل المزدرج لكن في حالة النقصان في حالة النقصان نأفو أيضاً يقول لأكتب برنامج يقوم بنقصان أيضاً يقول لأكتب برنامج محتويات السجل المزدرج بي سي بمقدار واحد حيث أن السجل المزدرج بي سي يحتوي على العنوان فف زيرو زيرو أو فف وان واحد راح نشوفها ساعداً نحلت بالكم إياه حتى تكون واضحة عدكم هاي أنتم بالمحاضرة من تقروها إن شاء الله شي سوون أنتم المفروض ستسوون تسجلون الملاحظات أو الأمثلة اللي أنطيها زايدة عن المحاضرة حتى بالامتحان ماكو داعي تفتح اليوتيوب من جديد وأنما بس عندك بالواقع وقلم تقرأ الشغلات اللي أنتم أشع عليها شكراً لكم اشتركوا في القناة 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 هذه هي اللي عندي أول شيء أقول ويسيت يصفر يعني إبداء العنوان وأكتب مثلاً لنش عندي آنش كاتبة 8000 بعدين أقول لها next من أقول لها next راح يفتهم أنه أدخل الشفرات اللي هي الصفر واحد next 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 خلصت دخلتهم كلهم هسا أريد أشوف العمليات التنفيذ هاي إدخال بعدين عمليات تنفيذ إذا إش أقول لها exe c exe c وبعدين أيضا next وبعدين عفو single step هاي خطوة 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 وبعدين أقول لها next وأيضاً أضل أسوي next 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 هو هيفتهم أنه داعي نفرد إلى أن أصل إلى النهاية وبعدين أريد أستعرض السجل أريد أستعرض السجل مثلاً لهذا مثلاً فاش أقول له exe star وأنطيله وأنطيله تالي وهكلاً هاي بالنسبة لي الكت اللي عندي exe star h وهيطلع لي bff exe star l رح يطلع عفو لا أحنا شنا نشتغل بي c exe star b رحيطلع bff exe star c رحيطلع بي شنو one بعد عملية النقصان هاي بالنسبة لهذا المثال إذن exe star وأدخل أي أضغط على أي دقمة من السجل اللي معي معنية بي السجلات نعم ها هي تجربتنا لهذا اليوم إن شاء الله حياتها الملزمة المفروض أنه أنتو نانا تلاحظون بالملزمة بعد كتابة البرنامج هاي سوينا كلها هذا برنامج ثاني أيضاً سوينا تنفيذ البرنامج وطباعة ورقة النتائج بيان حالة سجل أعلام للناتج لكل برنامج لاحظنا هنا سجل أعلام شون تغيير ثلاثة تأثروا بعملية النقصان شون مو قل لكم النقصان أي نقط يعني حسب البيانات اللي عندي وهنا نتأثر بس علم الإشارة مثلاً علم الإشارة اللي هو تكتب لي أنه يدل على أنه آخر بد علم الواحدات لأنه الناتج 88 عدد الواحدات الزوجي فلهذا ظهر أنه العلم البي هو واحد وهكذا تتم الملاقشة فهنالا طبعاً هاي المفروض 88 لزيارة محتويات السجل بي التي هي 89 فإذاً هاي لازم تكون 88 هاي صلعوها عدكم 88 أرجو أن أكون قد أفدكم بهاي التجربة تجربة لطيفة حلوة البرنامج جداً سلس أريدكم يا ريت تنصبوه كلكم حتى تلاحظوني شوان نقدر نسوي بي شوان تطلع البرامج بي شكراً جزيلاً اليوم إن شاء الله أنقل لكم الباتشة إن شاء الله أحمل لكم إياها المحاضرة وأنقلها إن شاء الله على اليوتيوب حتى تشوفوها بعون الله إن شاء الله وإذا عدكم أي سؤال أنتو بس اسألوني وأعني أجعلكم إن شاء الله من نلتقي يوم الأبعاء إن شاء الله مع السلامة